تعلمين الناس اللي بتعمل مجهود워 وبتعمل instead of activity غير اللي على الشمال خالف غير الناس اللي بتصحى من النوم تنام تانى غير الناس اللي بتصحى من النوم على الموبايل على المكتب على العربية على المكتب تانى على السينما قعدواzeitين حياتهم اتسمنا قرار يا جماعة دين ما وصل لم يصل لدرجة من السمن القرار برضو هنا مهم إن أنا لازم ألحى نفسي أو بفاهم أن هعمل إيه لو أنا محتاج أعمل العملية أعملها ما ترددش لأن العملية دي لا تنقص حياتي تعالوا نفهم هذا القرار التوقيب تعتخاذه أهميته إيه من ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم جرحات سمنة اللي بيشرفنا دايما وبيبهرنا ودايما من أسلوبه الرائع الرقي يعني بيعلمنا الكثير والكثير حول هذه الجرحات كعادتي ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور ياسر عبر رحيم وأستاذ جرحات السمنة والسكر والمناظير بكل طب جامعة عن شمس الأستاذ بقسم الجرحات السمنة والسكر بكل طب جامعة عن شمس وعضو الاتحاد العالمي والجمعية المصرية لجرحات السمنة ضيف العزيز أهلا بيك دكتور ياسر أهلا بيك ترأي مزح حدريتك منور دكتور ياسر خطو عزيزك العالم ربنا يخليك الله يبريك السؤالي الأول القرار بتاع جرحة السمنة توقيت اتخاذ وأحيانا الناس بتتأخر في اتخاذ القرار والتمن بيكون غالي النهاردة غير بكرة في عالم جرحة سمنة بالزبط كده بالزبط حضرتك مسيت نقطة مهمة جدا 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 احنا قدنا أن السكر والسمنة هم عبارة عن وباء يتكون من 52 مرات لما بيكون عندك سكر وسمنة أو سمنة بس أو سكر بس فجسمك بيتعرض جميع أجزاء جسمك بتعاني المخ بيعاني القلب بيعاني نوبات القلبية الكلا الكبد الحالة الجنسية الحالة المزاجية كل حاجة حضرتك لما الحاجات دي اتضح النهاردة عندنا يا ترعيما أن النسيج الدهني هو نسيج سام يسموها كلمة لايبوتوكسيستي شوفوا الجملة الجميلة بتاع العلماء لايبو يعني دهون توكسيستي يعني تسامم التسامم الدهني لما بتعرض جسمك للتسامم ده لمدد أعلى فانت حضرتك بتبوز وظائف جسمك لدرجة بنقولي لو عين عنده سكر وجا لي عشان أعمل له عمليات جراحات السكر السمنة زي التحويل المسار أو سناء التقسيم أو التكميم أو الحاجة دي دايما نسأل عياد السكر عندك بقاله قد إيه اللي عنده بقاله أكتر من عشر سنين طبعا إنه هو حيستفيد من عملية جدا جدا لكن اللي قاله من عشر سنين يستفيد أكتر خلال العشر سنين فيه ترتيب اللي بقاله تسعة أحسن منه اللي بقاله تمانية ببقى سعيد في العيادة لما لي عيني يقول لي أنا جال السكر من أسبوعين ده عين مصاقف جدا جدا لسه وظائف جسمه لم تتأثر لا حصل تصله بشرايين ولا وظائف القلب تأثرت لكن بيجي لي مرضى أنا السكر بقاله خمسة وعشرين سنة وجا لي نوبات قلبية وجا لي جلطة في القلب وتحجزت في العالم مركزة وقطعت صبع من رجلي ووظائف الكلا الكريتينين بتاعي وظائف الكلا عالية بنعمل عملية برضو بإذن الله لكن أكيد استفادته أقل من العيام أنا بعش على العين جاي لي أنا اكتشفت السكر عرفت النهاردة أني فيه حاجة اسمها جراحات سكر وسمنة تشفي من مرض السكر والسمنة فأنا أجيرت لحدك أنا بيجي لي مرضى لسه ما أخدش علاج يعني اكتشف السكر قبل ما يروح الدكتور البطنة جاي لي وظائف الكلا زي الفل وظائف القلب زي الفل راس بالقلب زي الفل العيام ده استفادته من العملية دكتور أيمان وكأنه لم يحدث شيء كاين العام ماشي في الشارع كاب الفطوبة وبعد كده كامل ماشي عاني جدا وبينسى موضوع السكر من حياته نفس الكلام بالنسبة للسمنة لكن ما تجليش بقى حالة الجنسية تأثرت وظائف الكابة تأثرت وظائف كده تأثرت القلب وظائف الإيجيكشن فراكشن بتاعه بقى خمسة وتلاتين أو يعني وهكذا بالضبط فأنت ليه سبت نفسك لما بتوصل لكده كل مكان أحسب نقول يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى من علينا بعمليات شافية من السكر والسمنة أنت مستني إيه الجزء ده الجزء التاني في الحوارة عن عملية تخسيم عملية سناء التخسيم ولذلك أنا دايما بقول للناس بعد ما تابع الجزء ده عايزة تفهم وتراجع تفرج على الجزء الأولاني في الحلقة السابقة لكن هو النهاردة برضو الحوار كله هيكون متكامل حول سناء التخسيم وأنا وهسأل حضرتك عن سناء التخسيم هتقمص دور مريض مثقف حبتين المريض ده هيقول لك سناء التخسيم يا باشا ما أنتو يعني أنتو كده أنا بصراحة كمريض أنا مقتنع بالتكميم التكميم هي أساس كل حاجة ما هو في سناء التخسيم أنتو عمله تكميم طب ما نعمل تكميم وخلاص وكفاية علي كده ومحدش يعني يعملي حاجة تانية زيادة عن التكميم ما التكميم كفاية وخلاص ده عيان مسقف شوية بس دخل الطب في عقله كأنه صعب قرار تمام ده سؤال جامل لو بصينا دكتور أيمن على عمية التكميم لو جبنا عمية التكميم هي عمية التكميم فكرتها إيه وبعدين نحط بقى سناء التقسيم وماذا أضافت للتكميم هو ده أرد على سؤال حاجة لو بصينا عمية التكميم من المعدة دي المعدة بتاعتنا قدامنا كده إحنا في التكميم بنشيل سبعيل طبعا بنعملها بالمنظر ما فيش فتح بط بنشيل سبعيل 80% من المعدة زي ما أنتو شايف نكمل الصورة اللي بعدها بص بقى الصورة اللي بعدها دي أي وبدأنا نقص الدباسة الأمريكاني داخلت من تحت وبأكد على كلمة الأمريكانية عشان أقمى دباسات في العالم الدباسة داخلت من تحت بص بقى بدا الصورة اللي بعدها نقب بقى على الصورة دي الجزء اللي يمين ده شننا حوالي 70% من المعدة ممكن لغات 85% حسب تخن ورفع المريض بصيبنا الجزء اللي على الشمال ده دي بتعمل إيه الجزء اللي شننا ده بيقلل كمية الأكل من 3 لتر أكل إلى 50 سنطي أكل هرمون الجوع اللي اسمه جريلنبي بيقل جدا اللي بيطلع من الجزء اللي علي مين الهرمون ده لما بيقل هو ده المعدة بيته ده هو ده الده بيقلل حسة الجوع التفاصة النهم على الأكل بيقل جدا جدا رقم 2 بيزود الحرق عشر أضعاف بيقلل ترصبات الدونية في الجسم وبيفوق البنكرياس بيقلل مقاومة الإنسوين في البنكرياس بيشتغل هي عملية جميلة بتعتمد لها تأثير هرموني إن احنا قللنا الهرمون بتاع الجريلن والتأثير الثاني حاجة يسمى ريستريكتف أو إن هي قللت كمية الأكل طبعا العام بيبتدي وزنه يتحسن بيبتدي سكره يتحسن اللي 52 مرض يتحسنه جميل لكن إحنا هنا استخدمنا كل شغلنا على عملية على المعدة هذه العملية عملية جميلة ورائعة وأنا بحبها جدا بتعيش معاك العمر لكن في مرضى كتير يقولك إيه أصلا أنا أسمعت إن ممكن سكري يرجع تاني أو أرجع أسمن شوية تاني تمام وده كلام صح بس برضو غلب بنقول للمريد التكميم عملية رائعة تنيد من يحافظ عليها من يناسبها بضبط تحافظ على التكميم بحاجتنا عشان كده ما بعمل تكميم العين بقول له سمعت تديني وعدين الوعد الأول إنك أول ما تشبع لازم توقف عشان المعدة ما توسعش رقم اتنين تديني وعد إنك تاكل سكريات بصورة معتدي له العدو الأول للتكميم هي السكريات الإفراد في السكريات بيمتصم للأمعاء تمام عملية جميلة رائعة إذا لعنت داني الوعدين دول أقول له خلاص تكننا الله نعمل لك التكميم ولكن لو عيان غير ملتزم مش قدر يلتزم بأكل السكريات عيان يقول لك باشا أنا عندي تفاصة عخلية هذا المريض لو قال لي كده بقول له لأ هنعمل لك بقى سناء التقسيم سناء التقسيم تضيف سحر التكميم التكميم عملية ساحرة فهمها زيب وشوف لو بصيت فوش تلاقي نظرات غزل في العملية بحبا جدا ولكن هتضيف على التكميم سحر وعظمة وجمال الأمعاء الدقيقة إيه بقى السحر وعظمة الأمعاء الدقيقة لما الدقيقة بتاعتنا لما درسناها دكتور أيمن لقينا أمائك طولها الدقيقة طولها ستة متر لقينا أن أول اتنين متر في مريض السكر والسمنة وظيفهم في الطبيعي تضر هم بيعملوا ايه بيمتصوا خمسة أو سبعين لتمانين فيها من السكرات والدون رقم اتنين بيطلع منهم هرمونات تصبت أو بلاش تصبت تقلل من عمل البنكرياس هرمونات تقلل من عمل البنكرياس آخر أربعة متر بيطلع من اهرمونات تصبت في الـ إنكرياس بيتنشط البنكرياس في مريض السمنة والسكر من مصلحتي أن أنا عطلك مؤقتا أو الاثنين متر وشغالك بزيادة آخر أربعة متر تمام؟ تمام فأنا لما باجي أوصل الأمعاء على بعد اتنين متر بديتها مع المعدة بعمل ايه الفتحة الأكل بينزل من المعدة بيلاقوا قدامه في فتحتين هليه سمية سناء التقسيم او الساسي او الساسو لان الاكل بينزل بينقسم فتحة الطبقية بتاعت ربنا عالشمال اللي هي فتحة الاثنى عشر بيبشي فاق 15% ل 20% الفتحة اللي احنا عملناها لتحت دي بينزمناها حوالي 80% من الاكل لأ نرجع رسمه ايو هتقول لي طيب انا هنا باستفيد ايه ان الاكل بيعدي معظمه على اخر بوع متر وبقلل على اول اتنين متر هنا بيعمل ايه بقى بيقلل امتصال السكرات الدون الهرمونات المصبتة للبانكريات بتقيل طب اخر 4 متر فيه صورة على فكرة للهرمونات المتوازنة اللي بتصبت وبتنشط البانكريات اللي هو انكريتن وديكريتن الصورة دي بس موجودة صورة خاصة بتحويل المصار اللي هو توازن بين الانكريتن وكريتن دي صورة مهمة جدا هنشوفها دلوقتي بتخيي احنا برضو تحويل المصار بتشتغل على هذه التوازنية بالزبط كده بس ايوة اللي هي الانكريتنز اللي على الشمال دي زاده جي اللي بي والواي واي والجلوت والجي آي بي دول اصدقائك زاده دي كريتنز اللي على ايدي اليمين دي اللي عليها سهم احمر نازل تحت قلت طب وده ايه بقى دا حده بسمناه سحر تحويل المصار سحر وعظمة تحويل المصار فهنا بقى سناقة تقسيم هو ده السر تقسير على السكر طبعا السورة دي هي الحاجة اللي ازهالت الناس لما اتعاملت مع مرضى السمنة والسكر بالزبط لان عن سكره بيتحسن من يوم العملية عشان التأثير الهرموني فلو جبنا سورة سناقة تقسيم بقى سناقة تقسيم عملت ايه بقى توريما راحت وغدى سحر وعظمة تحويل المصار اضافته الى جمال وعظمة التكميم فاصبح ده اسمه لقاء السحاب اللي هو ايه بقى ايوة لقاء السحاب التقاء التكميم بتحويل المصار فعملية تسمى الساسو هزي العملية طبعا كمية الاكل بتقل هرمون الجريلن بيقل امتصال السكرات والدهون بيقل هرمونات المثبتة للبنكرياز بتقل هرمونات المنشطة للبنكرياز بتزيد طب لو انا مش مريض سكر بس طبعا لو انت مريض سكر تعطي نيسة بشفاء للسكر تقدرب من 99 أو 100 في المياه بإذن الله بفزات في السكر النوع التاني المصحوب بسمنة يمكن النوع الاول لو مش مصحوب بسمنة بتبقى صعبة جدا لو مصحوب بسمنة بيتحسن الى حد ما لكن السكر من نوع التاني كل ما كان مع اسمنة بنعد المريض بإذن الله بشفاء والله والشاف المعاف إذن هذه العملية أضافت هذه سحرة عمليات تحويل المصار الى التكميم عايز تقلل كيمية الأكل ماشي هرمون الجرين بإيه اللي ماشي تقليل هرمونات الضرة البنكرياز ماشي الهرمونات النفاعة بتزيد ماشي تقليل امتصاص السكرات والدهون عشان تصلب والشرين وضغط الدم والحاجات دي ماشي فهي أضافت كل هذا الى بعضه مع احتفاظها بانها حفزت على التكميم ما يوسعش لانها الفتحة اللي موجودة على الأمعاء بتقلل الضغط داخل المعدة فما يتوسعش إيه بقى العظمة اللي بهداني أنا شخصيا في هذه العملية انها احتفظت بالوضع التشريح الرباني اللي ربنا خلقك عليه لان أحسن صورة اللي ربنا خلقك عليها ماشاء ركبك احنا ملعبناش في ماشاء ركبك ربنا ركبك المعدة ثم الاثنى عشر ثم الدقيقة ثم الغزء كل ده موجود ملعبناش فيه ده بيخلي ان العيان بيحتاجوا في تبينات طبعا اي مال أبزوربت في اوبريشن لازل تحتاج وحتى لو الاستريكت وحتى الاستريكت و هذا ده الرأي بقى اكثر دقة العلمي قوي الاكثر دقة لانه في مؤتمرات الاخيرة كان كل ناس تقول اي عملية انقاس وزن سواء كان التكميم او التحويل ما صار بكل انواحها او بالشبهاتها ده اساسي كل المرضى تقول يحتاجه لفيتامينات اقولك حاجة تانية اهم انا بقى اقولها بصورة اعظم با اي فقد للوزن يحتاج فيتامينات حتى لو عم طريق نظام غزائي طبعا لان انت بتلاحظ حاجة بطور ايمن لما يجي تلاقي واحد صاحبك جده جاي الصبح خملان و بتاع مش عامل عملية ولا حاجة مالك يا عم كده نايمان اصلا انا عامل نظام غزائي عامل رجيم وعامل رجيم وكأن النظام الغزائي لازم انا خملان لا ايبا لازم تاخد فيتامينات عايز كده حتى دكاترة الرجيم او ضاية الشطرين بيدي فيتامينات لان احنا شعرنا في العمليات بتاعتنا ايه لوز ويت جين هلس مش لوز ويت لوز هلس اصلا في حاجة سر هما بس ده حاجة بقى خاصة بيه نحنا ان الخلايا الدهنية خلايا خبيثة جدا جدا بتوجه الجسم ناحية الخلايا العضلية او بمعنى صح المخ نفسه بيبدأ يخسس الخلايا العضلية ويخسس اجزاء حتى في العضل قبل ما يخسس خلايا الدهنية بالزبط يعني تلاقي الانسان حصله شاشة عظامه حصله ضعف عضلات وخلايا دهنية بنتلازينة يعني اقول ايه اشبهها بايه عروبة جدا قاعدة مسكة في الجسم بس دكتور ايمن احنا دايما لما بتيجي انت بتخس بتخس عن طريق ثلاث حاجات انك انت بتفقد عضلات وتفقد دهون وتفقد مياه دكتور السمنة الشاطر اللي يعمل لعملية العيان ومشيه على نظام غزائي بحيث ادعادك قلتها بزر انك تحس ما تخسش ميا عفكرة قلت المياه في الجسم غلط خطر جد خطر جد ايوة جلطات جلطات اه بالزعب تجد ولا عضلات عشان ما تضعفش ويجيلك وهن عشان كده انا بحس نتيجة لعملية انت بتبقى رائعة لو انا عملت عملية للعيان مظبوطة العيان بيسمع الكلامي بيأكل بروتينات كويس وبقوله اشرب 3-4 لتر سوائل كويس جدا 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 فاذا قدرت انا اخليك تخس خلايا دهنية مع الاحتفاظ او تزويد القطلة العضلية في نفس الوقت كمان مقللش المياه في جسمك يبقى انت بتفقد مية وعضلات ودهون لأ انا من مصلحة احتفاظ بالمية مصلحة احتفاظ بالعضلات واقلل الدهون دكتور السمنة الحريف المحترف اللي تقال عليه استاذ فان اللي يمشي مريضه في سكة حرق الدهون مع احتفاظ بالكتلة العضلية واقولك حتة جميلة ساعات الاقي المريض جاي يقول لي ايه دكتور ياسر انا عندي حاجة غريبة اوى دكتور ياسر اقول له نعم اقول له انا الشهر اللي فات ده انا سعيد جدا وانا سعيد بالعملية ورائع انا مستغرب حاجة تفسرها لي بعد اذنك انا على الميزان ما نزلتش خلاي الشهر مع التزام بالنظام بتاعت ولا كيلو كان وزني تمانين اخر شهر تمانين لكن لبسي نزل مقاسين والناس تقول لي الله انت بقيت اكثر اشاقة تقدر تفسر وطبعا افصلها لك انت خلال الشهر ده حضك ايه راك انك انت خسيت خمسة كيلو يقول لي يا راجل الميزان ما تحركش اقول له انت خسيت خمسة كيلو دهون لكن انا بديك تمرير وزدت خمسة كيلو عضلات فانا لما زودك خمسة عضلات وقللت خمسة دهون العضلات تفيد في الصحة الدهون تفيد في الشكل فانا لما قللتك خمسة كيلو دهون شكلك بقى جميل ورائع وزودتك خمسة كيلو عضلات فارشقتك وصحتك بقيت احسن لكن انا لما زودت خمسة وقللت خمسة نتيجة صفر فأقول لي أقول له أنت خسيت خمسة كيلو دهون زدت خمسة عضلات شفت أنا مصلحة أعملي أزود الكتلة العضلية وأقلل الكتلة الدهونية فهذا مسيت نقطة جميلة جدا عايز أسأل برضو على العين بقى هيسأل على حاجتين هيقول لي أنا عايز أمان بس الظروف الاقتصادية في البلد صعبة فتقول لي إيه للأمان وتقول لي إيه للظروف الاقتصادية يعني أنا عايز أمان عشان أنا خايف من التسريب وفي نفس الوقت إنش عايز أقول أضغط على الدكتور في الظروف الاقتصادية يوم يقلل لي من درجة الأمان حالك فاهمني ده بزبط الأمان بيبتدي منك تروح تختار جراح أستاذ كوالفايد يعني يبقى معروف إنه ده جراح أستاذ استشاري كبير معروف يكون معاه طأم تغدير على الأعلى مستوى مستشفى مجهزة وجراح عنده خبرة ونيجي في الآخر بقى عشان نرضى حالك بكلمة حارد ببديه إيه اللي أنا جايبها قدام حالك ده يا دكتور عيمان دي الدباسة الجراحية اللي بتجري العملية دي كوفيديان كوفيديان وجونسون هم الشركتين الأمريكيتين دي الدباسة الأمريكية السلسية اللي هي بتعمل العملية ولو تلاحظ في النص في سكينة في النص وثلاث صوف ديمين وثلاث صوف شمال فبتقفل المعدة ثلاث مرات فأصبحت نسبة التسريب تكاد تكون وليلة جداً أو تكاد تكون منعدة يبقى أول حاجة لازم يكون الجراح ده بيستخدم دباسات أمريكية حديثة سلسية دي أول حاجة الحاجة التانية اللي انت حدك مستها اللي هي النقطة بتاعت سعر العملية زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت في شعر ارتسمت عندي ناس كتير أن عمليات السكر والسمنة هي عمليات باهزة السمن وتناسب الأغنياء فقط لأ الحمد لله ربنا قدرنا أن احنا عملنا حاملة قومية لأن أنا في رأيه ما يصحش أن المادة تعوق توصيل رسالة طبية عظمى وعمليات عظيمة العلماء يعني تعبوا سنين طويلة عشان يعملوا حاجة اسمها ريفاينج اللي عمت بعمليها ريفاين سبه لدي ريفاينج يا جماعة انتم مش فهمين حتة انك سوصل للتكميم والتحويل والسنائي وراء جهود علماء يعني أنحني لجهودهم العظيم لهم وصلنا بالطريقة دي هل جي صح بقى تبقى الفلوس هي الحقيقة لا طبعا الحمد لله النهاردة بقى العملية تكاد تكون بسعر التكلفة عشان يقدر نقوم بالرسالة العظيمة ويبقى فيها عمليات تشفي من السكر والسمنة دون أن يكون هناك مغالاة في سعرها انت نورت وأبدعت وكالعادة أمتعتنا بحوار راخي جدا كعادتك أنا بتشرف دايما أن أكون في برنامج حزاك المحترمة دكتور أيمن وببلغك على فكرة ده والله زي ما بقولك يعني تحيات المرضى اللي بيجولي ببقى سعيد جدا لما بيجي لي مريض بقول له حضرتك دايما وصلت التعارف يعني أنت جيتلي إزاي هل دخلت على الانترنت على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك أو وطيفر أو عن طريق مريض آخر من حاجاتي اللي بتسعيدني جدا حكتين المريض يقول لي فيه مريض آخر رشح حضرتك لي واحد تاني يقول لي أنا جيت لك عن طريق برنامج القاهرة والناس الناس الحلوة لأنه وكتير منه بيقول لي يستلمع الدكتور أيمن دكتور أيمن فيه ميزة يا دكتور أنه هو رجل دكتور أشكرا دكتور وهاء بينطقي آآ ضيوفه والحمد لله أنا بشوف عن حددك كوكبة من الأسازة لأن الحقيقة بيبقى ليها شرف أن أنا أكون واحد منهم ده شرف لنا إحنا أن أنت تكون موجود معانا كواحد من الكبار الأكاديميين في مصر تعلمت كتير ودرست الناس كتير جدا يعني نص مصر تلامزتك يعني وده من الحاجات الحلوة أن أنت مش بانعي سنك خاطر الله أكبر ده من زورك ده ده حاجة معروفة جدا لكن الأهم كمان أن إحنا السمنة فعلا وباية تستحق أن إحنا نتضافر قوانا كلها نتوفر قدامه زي ما الدولة يعني قامت بدور كبير مع السمنة وبين جدا في حوارات كل أجهزة الدولة على رأسها السيد الرئيس فيه أنه خوف الناس من السمنة ودعاهم للرياضة وحافزهم بشكل مباشر وبشكل غير مباشر دايما بأنه هو نفسه بيقوم بالرياضة وهو نفسه باين عليه ما شاء الله الرشاقة وباين عليه أنه دايما محافظة على الوزن وهواء الأخيرة لكن كمان الناس لازم تفهم أنه السمنة ما بقتش حالة شكلية بس لا ده وباء وباء خطير جدا متضمن أمرات كتيرة جدا فيه منتاع الخطورة زي السكر والضغط والقلب واتصلوا بالشرين وتدهن الكبد اللي هو واحد من الأسباب المهمة الأمريكان عندهم تخوف رهيب جدا انتشار سرطان الكبد من تدهن الكبد اللي سببه السمنة من الزبط فيعني هذه عوامل وغيرها كتير جدا خلينا نقول أنه إحنا مستمرين في هذا الحوار ودائما تلبا أنت موجود ساتك معنا فده شرف كبير لنا وأكيد هيتك كتير جدا عن الصدفة المصرية نايف العزيزة بأستاذ الدكتور ياسر أبراحيم وأستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بكل الطب بجامعة إن شمس والأستاذ بقسم جراحات السمنة ووضو الاتحاد العالمي وجميع المصرية لجراحات السمنة بنوارنا ودائما في الناس الحلوة يعني متعة خالصة وجودك معنا وتحية موصولة لجامعة إن شمس هذا الصلح الكبير اللي بيقدم للسمنة جهد كبير جدا هذه الجامعة كل الطب يعني أقصد بيها جامعة كلها بس كل الطب لأن إحنا ننتمي لها بتقدم كتير أو الحياة هذه الكلية للسمنة تحديد نورت يا فنتم وتشكري فنتشوك خليكم دائما معنا السلحة أنا حسن علي من السعودية عملت عملية تحويل المسار المصغر خاصة للسكر عند الدكتور ياسر قبل ثمانية أشهر تقريبا الحمد لله الآن السكر تقريبا اختفى بنسبة 99% اليوم عملت التحاليل وعملت هذه ومريت على الدكتور نحمد الله ونشكره الوزن المثالي الآن بالنسبة للطول فهو وزني المثالي نحمد الله كل الأمور طيبة وأشكر الدكتور ياسر والإخوان الله يحفظكم